الصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في العاصمة المؤقت عدن البازار التسويقي للمنتجات والمشغولات اليدوية للأشخاص الذوي الإعاقة واحتوى البازار الذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمعاق على عدد من الأقسام منها الخياطة والتطريز وأدوات التجميل وقسم المعجنات والحلويات وقسم صناعة العطور والبخور وأدوات التجميل وأكدت المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة نجوة محمد فضل أن البازار يهدف إلى إبراز مواهب وقدرات ذوي الإعاقة وتمكين المرأة والجمعيات والمراكز من تسويق المنتجات والمشغولات اليدوية التي تسهم في الاكتفاء الذاتي للأفراد ذوي الإعاقة بمختلف المجالات التنموية